أهلا بكم مرة أخرى في تعلم العربية معنا اليوم سنبدأ القراءة القرآن للشخص عربي بسم الله تعالى في بداية القرآن الكريم في سورة البقرة أراد أن يعطينا وصف وصف البشر جميعا بالنسبة للمنهج وأنهم ثلاث فئات الفئة الأولى هم المؤمنون عرفنا الله سبحانه وتعالى صفاتهم في ثلاث آيات في قوله تعالى والفئة الثانية هم القفار وعرفنا الله سبحانه وتعالى صفاتهم في آيتين في قوله تعالى وجاء للمنافقين فعرف صفاتهم في ثلاث عشرة آية في ثلاث عشرة آية متتابعة لماذا؟ لخطورتهم على الدين فالذي يهدم الدين هو المنافق أما الكافر فنحن نتقيه ونحذره لأنه يعلن كفره إن المنافق يتظاهر أمامك بالإيمان ولكنه يبطن الشر والكفر وقد تحسبه مؤمنا فتطلعه على أسرارك فيتخذها سلاحا لطعن الدين وقد خلق الله في الإنسان ملكات متعددة ولكي يعيش الإنسان في سلام مع نفسه لابد أن تكون ملكاته منسجمة وغير متناقدة فالمؤمن ملكاته منسجمة لأنه اعتقد بقلبه في الإيمان ونطق لسانه بما يعتقد فلا تناقض بين ملكاته أبدا والكافر قد يقال أنه يعيش في سلام مع نفسه فقد رفض الإيمان وأنقره بقلبه ولسانه ينطق بذلك ولكن الذي فقد السلام مع ملكاته هو المنافق إنه فقد السلام مع مجتمعه وفقد السلام مع نفسه فهو يقول بلسانه ما لا يعتقده قلبه يظهر غير ما يبطن ويقول غير ما يعتقد ويخشى أن يكتشفه الناس ويخشى أن يكشفه الناس فيعيش في خوف عميق وهو يعتقد أن ذلك شيئا مؤقت سنتهي ولكن هذا التناقض يبقى معه إلى آخر يوم له في الدنيا ثم ينتقل معه إلى الآخرة فينقض عليه ليقوده إلى النار وإقرأ قوله تبارك وتعالى إذن كل ملكاتهم انقضت عليهم في الآخرة فالسلام الذي كانوا يتمنونه لم يحققوه لا في حياتهم ولا في آخرتهم فلسان المنافق يشهد عليه ويداه تشهدان عليه ورجلاه تشهدان عليه والجلود تشهد عليه فماذا بقي له بينه وبين ربه تناقض وبينه وبين نفسه تناقض وبينه وبين مجتمعه تناقض وبينه وبين آخرته تناقض وبينه وبين القفار تناقض الكافرين تناقض وبينه وبين الكافرين تناقض ويقول لسانه ما ليس في قلبه بماذا وصف الحق سبحانه وتعالى المنافقين قال تعالى هذه أول صفات المنافقين في القرآن الكريم يعلنون الإيمان وفي قلوبهم القف ولذلك فإن إيمانهم كله تظاهر إذا ذهبوا للصلاة لا تكتب لهم لأنهم يتظاهرون بها ولا يؤدونها عن إيمان ولا يؤدونها عن إيمان وإذا أدوا الزكاة فإنها تكتب عليهم حصرة لأنهم ينفقونها وهم لها كارهون لأنها في دعمهم نقص من مالهم لا يأخذون عليها ثواب وفي الآخرة إذا قتل واحد منهم فهو في غزوة انتابهم الحزن والأسى لأنهم أهضروا حياتهم ولم يقدموها في سبيل الله وهكذا يكون كل ما يفعلونه شقاء بالنسبة لهم أما المؤمن فحين يصلي أو يؤدي الزكاة أو يستشهد في سبيل الله فهو يرجو الجنة وأما المنافقون فإنهم يفعلون كل هذا وهم لا يرجون شيئا فكأنهم بالنفاقهم قد حكم عليهم الله سبحانه وتعالى بالشقاء في الدنيا والآخرة فلاهم في الدنيا لهم متعة المؤمن فيما يفعل في سبيل الله ولاهم في الآخرة لهم ثواب المؤمن فيما يرجو من الله شكرا ومع السلامة